الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزل من يرى في المنام أن الحصان البني يلاحقه علامة على النعيم الذي يأتي إليه بعد مشكلة صعبة كانت في حياته والله أعلم رؤية الحصان البني يلاحقني في المنام علامة على الرزق الواسع في العمل أو الترقية في العمل والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ومن يرى في المنام أنه يهرب من حصان لونه بني علامة على تحسن الأحوال المدية بشكل كبير والله أعلم الهروب من الحصان البني في المنام علامة على الرخاء والعيش الكريمة التي يعيش فيها صاحب الرؤية حياته القدمة والله أعلم ركوب الحصان البني في المنام علامة على الخير والمشاريع الناجحة التي يدخل فيها صاحب الرؤية والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم إذا رأت المرأة المتزوجة أنها ترقب حصان بن علامة على السعادة الزوجية في حياتها والله أعلى وأعلم ومن يرى في المنام أنه يطارد الحصان وهو يجري منه علامة على زوال السلطة من صاحب الرؤية والله أعلم رؤية شخص يطارد حصان في المنام علامة على موت زوجته قريبا والله أعلم حلم الجري وراء الحصان والسير معه علامة على مشاكل تحدث مع أصدقاء صاحب الرؤية في العمل هذه الأيام والله أعلم ومن يرى في المنام أنه يجري وراء الحصان ويطارده تكون إشارة على زوال النعمة التي تأتي لصاحب الرؤية والله أعلم ومن يرى في المنام أن هناك حصان أبيض يجري وراءه علامة على الأموال الكبيرة التي يحصل عليها مطاردة الحصان الأبيض لي في المنام علامة على الرزق الواسع القادم والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته